بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم معكم استر عمري مديان تمنى رب ان تكونوا بخير ان شاء الله واذن الله هنبتدي مع بعض شرح منهج الترم الاول احنا عندنا اللي هو 8 دروس يونت 1 عبارة عن 3 لسن يونت 2 عبارة عن 2 لسن يونت 3 عبارة عن لسن واحد خاص بالspace وينت 4 عبارة عن درسين اللي هما اليوم علاقه بالبيولوجي اللي هو السيلد بيجن والريبرو دوكشن تمام فاحنا نركز مع بعض ان شاء الله المنهج دسم شوية لكن احسوا ان هو منهج لطيف ان شاء الله تحبوه وتستمتع بدراسته طول الترم ان شاء الله وتجيبوا فيه اعلى الدربات باذن الله هنبتدي يونت 1 لسن 1 بعنوان motion in one direction اللي هي الحركة في اتجاه واحد تمام هنا هنبتدي اول حاجة تعريف الموشن والتعريف ده برغم ان هو اول تعريف المنهج لكنه مهم جدا 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 لان دي هتعتبر الفينومون اللي احنا هندرسها دي الظاهرة اللي احنا هندرسها ونوصفها بحاجات زي speed هنوصفها بحاجات زي acceleration بحاجات كتير فاحنا دلوقتي لازم اكون فاهم اللي هي الظاهرة اللي انا هشتغل عليها اصلا تمام فاول حاجة تعريف اللي هو الموشن اللي هي معناها الحركة عشان اقول ان حاجة تحركت لازم البوزيشن او اللوكيشن بتاعها يتغير يعني مثلا انا قاعد معا زميلي في القوضة فهو امن الكورس ده رحل الكورس ده فاذا اللوكيشن بتاعه اتغير ولا لا اتغير فتعريف الموشن تعبار عن تغير ان object position or location تغير في موقع او موضع الجسم اس تايم باسس بنفس الوقت دائما الحركة الوقت بتحصل او اي حاجة تفايل والوقت شغال تمام يعني الوقت ما بيقابش بالوقت طول الوقت يعني اننا هم نعرف هكذا ما بحد ان يكونواهم اما الذي هو position ممكن ان يكون يثابت تمام طيب المهم its a change of an object position as time pass according to the position of another fixed or constante object يعني انا عرفت ازاي التي لهذا نتحرك والله لانه غير مكانه بالنسبة لي أنا لأنني قاعدت ساكن لا أتحرك هو في حالة حركة لأنه غير البوزيشن إنما أنا قاعدت ساكن أو ثابت في مكاني فأنا كده لم أتحركتش تمام؟ يبقى هو ده تعريف الموشن أو اللي هو الحركة طيب قال لي The Path Path معناه أولاد المصار أو الطريقة The Path is a moving object الطريق الذي يمشي فيه الجسم المتحرك ممكن يبقى إيه؟ ممكن يبقى Straight Curved منحني المتحركة يعني كبيراً Straight وكبيراً في بعض الإنحناءات طيب ما هي The simplest type of motion؟ دعوا لكم لأنني أتحدث عنه ده أسألة Complete وهذا يأتي Complete for scientific terms The simplest type of motion ما هي أبسط نوع من أنواع الحركة؟ قال لي أن هذه الموشن تبقى في Straight Line يعني The Path يكون Straight Line وكما تكون In One Direction دعوا لكم بقى كلمة One Direction فهنا يقول لي مثال على ما هي الحركة التي تبقى في One Direction قال لي The motion of train or Metro التي هي حركة الأطر أو المترو فهنا هناك سؤال والسؤال متعلق بالحطة يقول لي Give reason The motion of the train or Metro is considered the motion in One Direction تمام؟ نحن لا نستطيع أن نقول أنها Straight Line لأنه أيضا أحيانا بيبقى في كرفات أو منحنيات في الطريق الذي يمشي فيه الترين أو المترو إنما هو في One Direction قال لي Because the train or Metro moves forward Forward للأمام أو Backward للخلف والخلف ممكن يبقى ماشي في Straight Pass or Curved Pass or Curved Pass or Combination Oppos وده الشائع أكتر إنه بيبقى فيه مصار متنوع ما بين Straight وال Curved أهم حاجة كلمة اللي هي One Direction معناها إنه بيتحرك يا إما للأمام يا إما للخلف يعني يا رايح يا جاي دعوا لكم هذا الشكل معناه إن السؤال الموجود في كتاب المدرسة إذن بيكون له أهمية كبيرة طيب الحركة بتاعتنا أو حركة أي جسم حوالينا نقدر نوصفها بأشكال مختلفة منها بيقول لي We can describe the motion of some object around us as fast or slow يعني بقدر أوصف حركة بعض الأشياء حوالينا إن هي ممكن تبقى حركة سريعة أو حركة بطيئة طيب كلمة سريع أو بطيئ ده معنى إيه؟ إذن أنا بعبر عن سرعته يا إما High Speed اللي هي السرعة مرتفعة يا إما Low Speed اللي هي السرعة منخفضة High Speed معناها إنه هو Fast Low Speed معناها إنه هو Slow إذن إنت استخدمت اللي سريع عشان توصف اللي هي الظاهرة اللي اسمها إيه؟ الحركة فهنا بيقول لي Right scientific term complete نقطة is physical quantity هي عبارة عن كمية فيزيائية وخلي بقى لكم اللي اسم سريع هنتكلم فيه يعني لكلمة physical quantity كلمة physical quantity يا أولاد هي أي حاجة بقدر رئيسها يعني بيطلع لها رقم ويكون لها measuring unit يعني ممكن أقول لي 100 meter per second ده حاجة بتقطع 100 متر خلال ثانية طالما الحاجة اللي أنا بتكلم عنها ليها قيمة و measuring unit فأقول عليها physical quantity ده باختصار تمام؟ ونتكلم فيها بالتفصيل إن شاء الله فاللسبيت is physical quantity that used to describe and compare باستخدم السرعة دي عشان أوصف وأقارن motion of object أوصفها اللي كانت fast أو slow وأقارن ما بين الأبجكت وبعضها مين أسرع faster ومين slower تمام؟ طيب عشان بقى أساسا تقدر تحدد اللسبيت بتاع الأبجكت نفسه اللي هتوصف بيها الموشن محتاج إيه؟ فهنا فيها عندي سؤال مهم جدا تمام؟ بيقول لي the necessary factors العوامل الضرورية for description of motion or speed الحاجات اللي انت محتاجها عشان تعرف اللسبيت وتقدر توصف الموشن قال لي والله لو انت مثلا عندك اللي هم شخصيا ادي الشخص الاول والشخص التاني وعملت بينهم سباق أول حاجة انت بتحددها للسباق دي اللي هي ايه؟ المسافة قلت والله 100 متر للاثنين فالشخص الاولاني ده قطع 100 متر في 10 سن في 10 ثواني والتاني قطعها في 20 ثانية اه اذا اللي هو خد وقت قليل هو ولا اكيد اسرع طيب انا ميلزمنيش بقى ده دوقتي اللي يلزمني انت قلت ان ده اسرع بناء على ايه؟ بناء على المسافة والزمن ثم يبقى الالفكتورز اللي انت محتاجها لكي توصف اللي سباق The distance covered by the moving body المسافة اللي قطعها الجسم ده تمام؟ وثاني حاجة The time taken by the moving body to cover the distance اللي هو الزمن إذن لا أستطيع أوصف سرعة الجسم إلا عن طريق ال Distance و ال Time وبناء على كده نقدر نأخذ تعريف ال Speed إيه تعريف ال Speed؟ قالت Distance Moved or Covered هذه المسافة المتحركة أو المقطوعة المسافة التي تقطع سروق a unit time في زمن معين هذا الزمن أبسط زمن يعمل به وهو One Second أو One Hour لو هي مسافة وقت طويل قليلاً تمام؟ يبقى المسافة والزمن يدوني تعريف ال Speed على بكرة كل الصفحة فعلاً أولاد مهمة وإنما تشوفوا الامتحانات هتعرفوا إن أنا مش ببالغ وإن فعلاً من أول معلومة معايا في المنهج مهمة جداً تمام؟ يبقى تعريف ال Speed Distance Moved or Covered through Unit Time تمام؟ طب هنا لم أقلت 10 seconds أو كلاً أنا طبعاً لما باجأ كتب تعريف أو قانون بشتغل على أفسط شيء unit time اللي هي واحدة الزمن إيه واحدة الزمن؟ أقل واحدة الزمن اللي هي ثانية لو اللي هي مسافة قصيرة وساعة لو المسافة طويلة شوية فيه تعريف آخر Rate of Change of Distance معناه بالعربي كده معدل تغير المسافة يعني إيه معدل تغير المسافة؟ يعني هي المسافة ده تتغير مع مين؟ أكيد مع الزمن يبقى اللي هو المسافة تغيرت كيف؟ بمرور الزمن تمام؟ طيب هنا المسافة لو أنت بتتكلم على مسافة قليلة لو زمن قليلة يبقى المسافة عند متر بالسكند المتر للدستنس والسكند للتايم مسافة طويلة شوية وطايم كبير شوية يبقى كيلومتر بير اوار يبقى هو ده المسافة بتاع السبيد وهنا أعرف أكثر من القانون دلوقتي طيب نحن دلوقتي إن شاء الله نتكلم على المثماتيكال ريليشن أو فورميولا أو أو كل ده معناها أولاد اللي هي العلاقة الرياضية أو المقصود بها اللي هي القانون طيب أنا عرفت من الفاكتورز اللي بتعتمد عليها الاسبيد ان الاسبيد اللي هي رمزها فيه equal distance over time اللي هي المسافة على الزمن فأنا طبعا بعمل اللي هو المثلث بتاعي لو أنا عاوز أجيب الاسبيد طبعا الاسبيد هتبقى D over T طيب لو أنت عاوز الاسبيد هتبقى D over V أمال مين بقى المتحكم اللي بيدرب الاتنين في بعض اللي هي distance اللي هي بتساوي V times T طيب الميجورينج يونت بتاع الاسبيد عرفنا متر بير سكند أو كيلو متر بير آور إنما الميجورينج يونت بتاع distance بتبقى متر أو كيلو متر والميجورينج يونت بتاع اللي هي time بتبقى second أو اللي هي بتبقى hour اللي هي مقصود بيها يعني ثانية أو ساعة فكون مركز قوي أنا بشتغل على ايه بالتحديد طبعا ونخلي بنا إن شاء الله بإذن الله هتبقى موجود معايا المسائل في فيديوهين منفصلين الفيديو الأولان بتبقى المسائل البسيطة والفيديو الثاني المسائل اللي هي المستوى المتقدم شوية إن شاء الله تمام طيب خلي بقى دلوقتي بتاع تحويل الوحدات اللي هي conversion of measuring units اللي هي تحويل الوحدات بتاع distance و time و speed ايه التحويل بتاع الوحدات ده لما يكون محتاج مثلا مني مديني time بال second وأنا عاوز أحوله minute أو العكس وهكذا فنبتدي أول حاجة إن شاء الله معنا اللي هي distance distance مثلا لو أنا عندي بالكيلو متر وعاوز أحولها المتر الكيلو أكبر أو أصغر لا أكبر من المتر يبقى هتبقى times طيب الكيلو متر فيه كم متر تبقى 1000 متر يعني مثلا لو معيك خمسة كيلو متر يبقى فيهم كم متر أقول والله الكيلو كبيرة يبقى هضرب في 1000 تطلع 5000 متر على سبيل المثال يعني وهنا العكس لو الناتج اللي معاك تطلع بالمتر وعاوز تحول الكيلو متر يبقى الناتج ده هيتعمله divided 1000 يعني أنت معاك 5000 متر 5000 متر وعاوز تحولهم لكيلو ستعمل divided 1000 طيب ليه divided لأن المتر صغير فنقسم تطلع 5 كيلو متر وخلي بالك أنا أتكلم على مسافة نروح للتايم التايم نخلي بالنا هو التايم التسلسل بتاعه اللي هو hour بيبقى فيها minutes ومتر ستعمل داخل حسنا التايم التسلسل بكاية هو hour ومتر مرة يبقى لعاوز تحول من hour لمنتر يبقى time 60 حسنا لعاوز تحول من minute ل hour تبقى time 60 وده اللي نرى في اول مرة hour يبقى time 60 وminute ل hour ستبقى time 60 حسنا لعاوز تحول من minute لsecond فبقى ثانية ستين ثانية minute لsecond تبقى time 60 بالعاكس اللي هو من ساعة تبقى دفايدد ساكستي عشان تحول للمينت قهوة لكن بقى مراحل من اللي هو الهور للساعة مباشرة ومن الساعة الهور نخلي بقى لنا من حاجة مهمة كتا الساعة فيها ستين دقيقة والدقيقة فيها كامل ستين ثانية يبقى انت كده تعمل تايمز تاخد تايمز كده تحطها برا وتقول ساكستي تايمز ساكستي طيب ساكستي تايمز ساكستي لو انا اضربتهم في بعض هيتلعوا كامل 3600 يبقى لو اتحط من خطة الهور للساكستي habit الآن انت كأميرية افتح قوة تايمز when the time will be seen انت كند حوم باعدان لأن الهور أكبر من الساكن وفتح قوة 60x60 أو الهور النتج الذي هو الساكن ساكن لو أريد أن تحول من الساكن ستقوم بتقسيم ستقسم على نفس الناتج ولكن بدلا ما يبقى فيه بره الهور ستقوم بتقسيم يقوم بتقسيم 60x60 والذي داخل لا تفرق معي يعني هذا الداخل يبقى داخل بعضه أو الحاصل بتاعهم 3600 يبقى من الساكن للهور ستقوم بتقسيم 60x60 أو 3600 على الطور يبقى دين كده التحولات من الهور لمنت ومنت الهور من المنت لساكن وساكن المنت ومن الهور لساكن ومن ساكن ونجعلنا لأن الأخيرة دي هي اللي محتاجة تركيز شوية ونخش بقى نجعلنا لأننا هنتكلم دلوقتي على الاسبيد لأن قبل كده كنت أتكلم عن الديستنس والطايم كانت الوحدات بسيطة إنما هنا الوحدات مركبة وده طبعا هتفرق جدا طيب نخلي بقى مع بعض كده شباب لما يحاول الميجرينج يونتس بتاع الاسبيد اللي هي وحدات مركبة لما تيجي تحول من كيلو متر بر اور لمتر بر ساكن ممكن مرة تعمل ديفايدد ومرة تعمل تايم هي هتقول لي يا مستر من كيلو متر بر اور لمتر بر ساكن اه طيب أنا مقنعة بالنسبة لي قوي اللي هي تايم لانه من كبير لصغير فالكبير بيدرب طيب والعكس لو انت عاوز تحول من متر بر ساكن لكيلو متر بر اور ممكن تستخدم تايمز اه ازاي بقى طيب برضو هي بالنسبة لي مقنعة لانه من صغير لكبير هقول له ركز كده بس معي ايه الرقم اللي بعمله تايمز اللي هي الحالة النورمال اللي من كبير لصغير اعمل تايمز 5 اوبر 80 طيب من الصغير لكبير ديفايدد برضو 5 اوبر 80 اذا الرقم هو هوا هنا كده عندي مش متغير طيب امتى عاكس بقى الوضع بتاعي مع الرقم اللي واسمه 3.6 يعني كيلو متر بر اور لمتر بر ساكند من كبير للصغير بس مع 3.6 تبقى ديفايدد متر بر ساكند الكيلو متر بر اور اللي هي times 3.6 طيب الارقام دي اصلا جات منين طبعا انا فاهم من اللي فوق بتاع اللي هي الالف و اللي هي السكيستي والحاجات دي كلها دي بقى جات منين دي هنعمل لها كده مع بعض الشباب بتثبات تخلي بالنا منه تمام نحاول نفهم هو مش مقرر علينا بس عشان بس تبقوا فاهمين الدنيا جات ازاي اول حاجة انت حاوزين نعمل اللي هي من كيلو متر بر اور ممكن اعملها كده اللي حاولها المتر بر ايه ساكند حالو كيلو متر لمتر بدي اعمل times 1.000 حالو وهنا من hour لساكند times cam times اللي هو 60 تمام لا اسف 3600 ده من hour للساكند حالو طيب هنعمل بقى الجزء اللي في النص ده الواحده اللي هو اعمل ايه مش فوق times وتحت times اطلع عبر طيب بالنسبة لل 1000 و 3600 مش دول بيعتبروا مقصومين على بعض لان يدول بتاع الفوق والدول و دي بتاع التاع تبقى 1000 اهو وتحت 3600 طيب اللي هيصل اتلاقي الرقم ده الرقم ده الرقم ده الرقم ده الرقم ده يتبقى لك 10 over 36 طيب الاتنين بقبلوا الاسم على كم على 2 يبقى 10 divided 2 تطلع 5 والذي هو 36 divided 2 تطلع كم يا شباب 18 تمام ده لما عملنا divided 2 عشان نبسط الرقم يبقى انت لو عاوز تحول من كيلو متر بالاور لمتر بالسكند عملنا ايه times times 5 over 18 طيب لو عاوزين نستخدم divided اللي كعمل للعكس بالرقم ده او ده نقلبه بدل ما تبقى 10 divided 36 يبقى 36 divided cam 10 او 5 over 18 تبقى 18 over 5 ولو تطلعت ده او ده تطلع 3.6 اذا برضو ان الحتة التانية اهو لو عاوز تحول من كيلو متر بالاور لمتر بالاور ممكن تستخدم divided بس divided ك 3.6 والنحية التانية الكلام بالعكس لو عاوز تحول من متر بالاور لكيلو متر بالاور ده هتخلينا نفهم الموضوع بسهولة من متر الكيلو متر يبقى ايه divided 1000 طيب ومن second hour divided 3600 اروح بقى واخد اللي هي الارقام اللي في النص دي يبقى divided 1000 over 3600 دول راحوا مع دول يتبقى 10 over 36 اللي هي لو خلصتها تبقى 5 over 18 اذا انت عملت ايه؟ divided 5 over 18 طيب لو عاوزها times اقلب الارقام يبقى 36 divided 10 وديت اللي هي 18 over 5 تطلع اللي هي 3.6 يبقى انت عملت times و3.6 وكده فهمنا الارقام جاءت ازاي وممكن نحفظها بشكل مباشر اللي هو زي ما قلنا عليها تحت هنا كده ان شاء الله طيب هنا عندي بعض اسئلة give reason what is meant by لها علاقة بالقانون بتاعنا اللي احنا لسا قدينه اللي هو بي equal D over T هنا اول سؤال give reason بيقول لي car A which covers 50 meters دي نعتبرها مسألة يبقى D distance عرفت منين من المجرينج يونت الاسماء متر in 5 seconds يبقى that time اللي بتبقى faster than اللي هي اسرع من car B which covers 64 متر اللي هي اسف 64 متر اللي هي دي تمثل distance in 8 seconds دي تمثل A الطيب طيب هقول له ايه؟ هقول له هي تبقى اسرع ليه؟ عشان رقمياً دي هتبقى تان ودي هتبقى 8 كيف؟ اقول له because the speed of car A طبعاً دي دي ودي تي ماشي distance 50 و time 5 تطلع 10 متر تمام؟ انما الاسبيت بتاع car B هبص على ايه؟ اللي هي 64 و time 8 seconds تطلع 8 متر يعني المسألة البساطة ان انا عوضت في القانون و رح تجيبت اللي هو النتج فلقيت رقمياً ان دي اكبر من دي دي بتقطع 10 متر خلال ثانية انما دي بتقطع 8 متر خلال ثانية واحدة الشباب ويفضل يعني ان احنا نبقى نكتب القانون برضو افضل يعني مثلا اقول car B مثلا كده و رح اقول له D over T واكتب اللي هو التعويض بتاعي 64 over 8 8 متر و ادي كمان الناتج و ادي كمان اللي هو اليونير طيب هنا سؤال عندي بيقول لي what is meant by هنا بيقول لي a car move with a speed عربية تتحرك بسرعة 20 متر او 20 متر او 20 متر او 20 كم او 20 متر او 20 كم او 20 كم خلال او 20 كم واحدة او 2 كم او واحدة واحدة كل هذه المسافة التي قمت بها خاصة بها بالمشكلة دعنا نقوم بالمشكلة هنا أولاً أولاً أنا أتعذيي و اخدتي قلت وουνanken المزيد من الوحيدة المزيد المزيد من الوحدة الزمن ما هو وحدة الزمن؟ ما هو السوق هذا المزيد من الوحيدة لكن هذه المزيدها سيكون نذهب في جنب هدى و أقول لهs V Equal D Over D كان المسافة التي تقرأتها كم كلها؟ 150 على المزيد من الوحيدة هو 2 أور تخرج 75 كيلو متر بر اور يبقى هذا الناتج بتاعي والناتج بتاعي ده هو اللي اعتبره مكتوب هنا في السؤال يعني 70 كيلو متر بر اور اقول كم سبنتي كيلو متر في خلال ساعة ماشي يا شفاب سؤال اللي بعده ان اوبجيكت موفينج ان استريت لاين كفرز ادستانس قطع مسافة كم 20 متر خلال ايه ثانية واحدة ده دو دي و دو تي هذا واضح كده ان المرة ده هو اللي مدي لي التعريف وعوزني اكتب له وقلت له بمطبع البساطة اللي هي 20 على 1 طلع 20 متر برساكن يقول له لقل المرة ده برساكن لا لا اول الي هو الجسم الي بتحرك عشرين ايه يا شباب طلعما بادئ برساكن برساكن انما انت كنت بتجيب سيري تيلو متر فيتبقى لك اللي هو السكند. كيلو متر يتبقى لك الاور. انما هنا ده سبيد. السبيد كلها بتاعها اللي هو توني متر بير سكند. اللي هو عشرين متر في الثاني. تمام? طيب نروح لحاجة اخيرة معايا بيقول لي يعني ايه سرعة العربية بتساوي صفر? معناه كده ان الرقم اللي فوق موجود عندي اللي هو بيساوي زيرو. يعني الدستانس ده اللي موجود عندي بتساوي كام? صفر. كأنك تقول في اكوال دي اوفر تي. والله لو الطايم مليوني يا سيدي. مية او حاجة. بس الدستانس زيرو. معناه ان العربية دي ما لها زا كار از اترست او دوز انت موف. ان العربية دي في حالة سكون او انها لا تتحرم. معشي يا شباب? شكرا لكم. كان معكم مستر عبر مديان. ان شاء الله انتظروني الفيديو القادم. نكمل شغل في الاسبيت معنا ان شاء الله. وزي ما قلنا المسال بتبقى ليها فيديو منفصل عشان وقت المريع اللي يحب يبص على المسال بس ما يبقاش يوتيوب وسط الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.